يا صباح الخير يا صباح الجمال مع قناتكو الصحة والجمال وبرنامجنا حكوينا بالمصري ازايكم وعملين ايه مشاهدينا معلش بنعتذر الاسبوع ده عن عدم حضور زميلتي نادا عماد بزروف طريقة احنا كنا منتكلم الحلقة اللي فاتت عن المرأة اتكلمنا عنها فين هي ازاي تدافع عن نفسها ازاي من وهي بنت ازاي لو حتى شابة ازاي حتى لو عدنا سن النربعين ازاي حنقدر نتمرن ان احنا ندافع عن نفسنا في اي موقف اتكلمنا برضو في الحلقة اللي فاتت في الفقرة الاولى مع الكوتش ان احنا ممكن ننزل ناخد كورسات رأسه ونعمل كلاس رأسه وكانت الكوتش اتكلمت عليه المرأة اللي فاتت كتير قوي وتكلمنا واستمتعنا معاها حلقتنا النهاردة حنكمل كلامنا عن المرأة ومعانا الاخصائية تغزية نطلع فاصل ونرجع نشوف ضفتنا النهاردة حتقول لنا ايه ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل كلامنا نتعرف والنهاردة الاول مع الاستاذة الاخصائية تغزية سارة يسري ازايك يا سارة؟ ازايك يا هدو عامل ايه؟ عامل ايه؟ شرفتيني النهاردة انا مبسوطة ان انا قبلتك ربنا يخليك احنا اتكلمنا في الحلقة تبل كده عن المرأة ونكمل اهتمامنا عن المرأة واستكمانا للمرأة المصرية واحنا عارفين ان هي عمود البيت زي ما احنا بنقول كده فعايزين نقول بقى ايه تغزية سليمة للمفروض الامة مثلا تعملها مع بنتها عشان نمشي كده واحدة واحدة لغاية ما تبقى ام نقول البنت من اول ما نكون بنت كده شوية نقول لو انا عندي بنتة عندها مثلا عشر سنين ابدأ اعمل معها ايه؟ واهتم بيها ايه؟ ايه العادات اللي احنا نعملها معها؟ بصي هو يعني احنا نتكلم عموما ان هو البنت دي سواء بنتة او ولد من هم صغرين بس اكتر هيبقى كلامنا هقولك ايه اللي هيبقى اختلافات بين البنت والولد ان من هم صغرين عموما ازاي ياكلوا صحة ازاي تاكل صحة وان احنا نهتم بيها فيه حاجات اساسية قوي اللي هتفرق معايا بعد كده لما هي تجبر وتبقى مرأة بقى سواء هي حامل او في سن المراهقة والبلوغ يعني فعمل الحاجات دي فيه حاجات معايا هنركز عنها الاول ان هي ازاي تاكل اكل صحي سليم هتاكل الاكل اللي هو الطبيعي اللي هو الطبق الصحي اللي هو بقى فيه خضار نشويات فكهة بروتين لازم تاخد لبن تشرب مياه كفاية الحاجات دي كلها يعني ده اي بي سي اكل الحاجات دي وانس ان هي اهتمت بيها خلاص كده هتبدأ ان انا هبقى ضمنة ان هي هتاكل صح طول عمرها هتبقى تغذيتها سليمة هتتأسس صح هتتأسس صح بالزبط يعني نقول مثلا المفروض يعني دلوقتي بتايعلي الاطفال بيغلبوا قوي عشان يشربوا كوباية لبن الصبح هو المفروض ان هنشرب كوباية لبن الصبح دي كفاية ليهم كده انا خدت الكلسم اللي حيبني جسم كويس لأ بصي هو الكالسيوم عموما بيجي من مصادر كتيرة جدا مش شرط من اللبن يعني لو ما بحبش اللبن اقدر اعمل ايه تاني غير اللبن هتاخدوا من جدنا هتاخدوا من البيض هتاخدوا من حياة كتيرة جدا بس احنا بنتكلم في المصادر اللي فيها كالسيوم بنسبة كبيرة غنية بالكالسيوم ممكن في اطفال مثلا ما بتحبش الصبح تشرب لبن وهي نازلة فممكن يأكل زبادي ممكن ياخد بيضة مسلوقة بيضة مقلية مش شرط كمان مسلوقة وممكن ياخد كوباية لبن في اطفال بتحب تاخد كوباية لبن دافية قبل النوم بحيث ان هي بتساعدة على الاسترخاء وقت النوم وكمان بيبقى مفيدة عشان هرمونات النمو ووقت النوم طب لو قلنا ان احنا اللبن هنضيف عليه حاجة عشان نغير طعامه للطفل نضيف عليه احسن نضيف موز مثلا اه طبعا اللبن يعني اللبن مع الموز ممكن نضيف موز بيبقى غاني جدا بقى انت كمان حاطتي كالسيم وحاطتي معه بوتاسيوم فبتبقى حاجة كويسة جدا لان الموز غاني بالبوتاسيوم ممكن كمان تحطي معاه اي نوع فاكهة يعني انا بقى ممكن فيه ناس بحيب يحطوا ككاوف عادي الككاوف مفيد يعني طالما هو فيه السكر كتير قوي لان احنا برضو زي ما بنقول احنا عايزين نعاودهم على العادات الصحيحة فمش لازم نعاود الطفل ان هو صغير اصد الطفل بيبقى جاي صفحة بيضة انت اللي بتزراعي فيه ان هو ياكل ايه ما ياكلش ايه الطفل التولد مش عارف الشوكولات مش عارف الجيلي كول يعني عارفة الحاجات دي الاطفال مش عارفينهم احنا اللي بنعرفهم فلما نعاود الطفل من البداية ان هو يشرب المشروبات بتاعته مش محلاء قوي مش مسكرة بزيادة فكده يبقى احنا برضو حميناء ان هو التاست بتاع الحاجات ما يبقاش ما بيحبش السكريات ما عندوش شراها للسكريات بس السكريات هنقول ان هي مفيدة برضو للجسم مفيدة للجسم لما ما نشيل السكريات الضارة ليه زي السكر زي ما احنا الآدت شوكري بس ما انا هقولك هو عموما السكريات للجسم يعني او للطاقة فاحنا كده كده بنحصل عليها من اي اكل بس الآدت نتوصوذي عشان الطعم الكويس ممكن يبقى عسل يعني تعملي له اللبن بفكهة انا قصود ان انا مثلا هو عايز حاجة مسكر عايز حاجة حلوة فكهة ما ادلو الشوكولاتة مثلا ما ادقي ايه ايوة فكهة يعني الفواكه هتديله سكريات وهيتعود عليها وانت كده قريدي بقى بتديلي كل الفيتامينز والمينيرز الجسم ومحتاجها وعادي يعني الشوكولات مش مش هتبقى مضرة لو اخد منها بس بكميات قليلة يعني انا عمونا مش مع فكرة المنع مش هقولك برضو ممكن تديله دارك شوكولات وممكن طفل ما يحباش بس مثلا هتديله شوكولات قدي في اليوم هياخد في ناس بيدو كزا بار شوكولات في اليوم وبار كبير لا طبعا يعني ده مصحي تماما بتايل الشوكولات ممكن تبقى مكافئات اكتر عشان يبقى تبقى اقل كمان يعني ما بصي او ماشي بالزبط بس كمان ما تربطيش قوي عموما المكافئات بتاعت الطفل بالسويتس يعني فكرة انهو في اطفال ما ممكن يعمل طول اليوم حاجات حلوة جدا مامي اوكاي بصي انا شاطر هاتي شوكولات بقى فتبدالي تادي شوكولات شوكولات فمش بقى حلو ممكن تربطي معي بالعكس يعني ممكن انت تعودي الطفل لو في نوع معين ده اللي بقولك علي من هو صغير الفكهة ليه ما تبقاش الفكهة يا المكافئة ليه يعني لو فيه طفل بيحب اللموز قوي خلاص انت المكافئة بتاعتك لو عملت كزا هتاخد الموز ان انت بتحبه هتاخد الفراولة فنزرع مع ان الحاجة دي اصلا حاجة كويسة جدا فاحنا بنكافؤ بيها تمام معنا اتصال تليفوني نقول الو الو ايوه اتعرف عليك ايه انا نور ازايك يا نور عني ايه الحمد لله عنديك سؤال يا نور الاول نور عنديك كم سنة عندي 11 سنة اهلا بيك اتفضل يا نور اعايز اتسأل الدكتور على حاجة انا سؤال اتفضل اه مفروض الدكتور انا مفروض الدكتور انا بلعب هلدبول مفروض اعمل ليه بلمزل التمرين اول مطر بتلعبي هند وعايز اتعرفي انت بتعملي ايه قبل ما تنزل التمرين بتاعك او المطش بتاعك صح كده اه اوكي مرسي يا نور واسمعينا الدكتورات حتجوبك تفضل يا سارة رود داعي بست يا نور انت دلوقتي عندك 11 سنة وقلت بتلعبي هند بول هند بول دي لعبة بتطلب مجهود وطاقة يعني مش لعبة بسيطة فانتي برضو مش لازم قبل المطش وقبل التمرين او وقتها لازم تبقيتك لي كويس في البيت على طول دايما طالما انت دلوقتي واحدة رياضية بس لو انت عاوزة حاجة سريعة بيبقى قبل التمرين بتاعك او المطش يعني بنص ساعة او حاجة بتشربي عصير طبعا عصير طبيعي فرش معمول في البيت بتشربي كبات عصير فوستر التمرين بتاعك طبعا مفوض بتاخذي المشروب الرياضي المشروب الرياضي بتاع الرادين يعني ابسط حاجة لسنة بتاعك هقولهولك بسرعة بيبقى لتر مية بتحطي عليه عصير 2 معلقة كبار لامون يعني معلقتين كبار من عصير اللامون مع 4 معلق سكر وربع معلقة صغيرة ملح بتدوي بيهم وبتبقى في ازازة كبيرة لتر وبتشربيها طول التمرين او المطش بتاعك بالتناوب مع لتر مية بس ده طبعا هيساعدك جدا ان انت تعملي رفرشمنت الجسمك في التمرين او في المطش وبعد التمرين اهم حاجة على طول جدا اول ما تخرجي من الملعب تاخذي وجبة يعني ابسط حاجة ممكن تاخذيها معاك في التمرين مزايا صغيرة وكبات لبن دي التخذية بعد التمرين على طول عشان المصلت بتاعت جسمك تبقى كويسة وتبقي شاطرة ان شاء الله يا نور في التمرين بتاعك ربنا يا وفاق احنا قلنا تكلمنا عن التخذية الاطفال من هما صغيرين او البنت من هي صغيرة شوية لما نيجي نقول ان هي كبرت شوية وقبل مرحلة الجواز مثلا بتستعد ان هي تدخل في المرحلة دي ونقول ايه بقى نهتم بايه عشان طبعا فيه تغيير هرمونات نهتم بزيه عشان شعرنا يفضل كويس جلدتنا بشرتنا هو من البداية قبل مرحلة الجواز احنا نجيبها من مرحلة اللي هي مثلا زي في سن النور يعني نور دلوقتي مثلا 11 سنة طبعا خلاص دخل على سن المراهقة او قريدي ساعات بتبقى مراهقة فدلوقتي جسمها هيبدأ يحصل له تغيرات والمرحلة دي المراهقة اللي بنت بيبدأ البلوه فلازم تهتم فيه بنات ليه مثلا بيبعندها اضطرابات ومشاكل هرمونية برضو طبعا لو فيه دور علاج دي حاجة بس الاكل هو اللي بيحدد طبيعة جسمنا فمسلا لازم تهتم جدا بالحاجات الفكهة والخضار التاني زي ما قلتلك ليه لان فيها مصادر غنيات جدا يعني مثلا الايوزين الفيتامين كي فيتامين ألف في حاجات كتير جدا مهمة والزينك يعني ديها كلها عناصر تبقى موجودة في الخضار والفكهة في اللحوم موجودة فعلا عشان كيف بقولك اما ناكل من كل الاكل الصحي تيفرق معيها في الهرمونات عشان البلوه وعشان الهرمونات بتاعتها تبقى يعني تزبطها مفاشل تربط ترموه تتأسسها فلما تبقى تيجي تبقى حامل عشان عندها مشكلة لما تهتم بالكالسيوم بتاعها خلاص يا كده ما تبقى حامل مش هتعرض ان شاء الله ولا هي ولا للجنيين لنقص كالسيوم مش هتعرض لعشاش هتعزوهم في الحمل طبعا مهم جدا ما انت قلتي مثلا قبل الحمل في بداية الجواز سوري بتهتم بايه بيبقى فيه عنصر مهمة قوي بداية الجواز احنا بنأسس الام دي يعني البنت دي نعا هتبقى ام خلاص ان شاء الله فهي تبقى قوم بيبقى مهمة جدا جدا ان هي تهتم يعني سباشل كده بفايتامين فوليك اسد الفوليك اسد بقى مهمة جدا وساعات الداكاترا بيوصفوه يعني كتابلت من كتر ما هو مهم بس احنا هنا بنتكلم عن اكل فهي الفوليك اسد تاخده منين؟ بقى مصادر نباتية بس حيوانية اكتر مش هناخد بقى راس هناخد ايه بقى يعوضنا في الفوليك اسد احنا دايما نتجه يعني مثلا كالسيم ما تدوريش ان انت تغديه تابلت ما تغديهه السبليمانت طب معنا اخد الاول من الاكل كويس طبيعا ولو حصل عندي نقص او حاجة ابدأ ازوده يعني ادعمه بادوية يعني فيتامينات طبعا فهي تاخد الفوليك اسد من حاجات كتير جدا من البيض من اللبن من اللحمة من الكبدة بسي حاجات كتيرة جدا يعني كل حاجات لايه فيها مثلا فوليك اسد ده فوليك اسد بتناه معنات تاني بكل حاجة ربنا وجدها لنا فدي مفيدة لنا جدا احنا بقى لساعات بنخلي الاكل ما بنعمل عليه قادة حاجات بتبقى هي مصصحية لكن الخضار زي ما هو عمره ما هيضريني يعني عمرك ما تسمعني في حد من الخضار دار له مفيش خضار بيدور مفيش فاكهة بتعمل مشاكل مفيش حتى حبوب بتعمل مشاكل يعني حبوب اللي هي البقليات والحبوب يعني داست اه تمام اه طيب لما نقول الفاست فودي صار ايه رأيك فيه انا بتهايق لي دلوقتي كل السن بتاع المراكعة انا في شغلي انا في نزلت مستعجلة مخدتش حاجة وانا نزلة معي حطرين انا اشتري اي حاجة من بره عشان يوم يطويل لسه في الشغل ماشي بس بص دي بتبقى حاجة احنا كلنا بنقولها يعني دي بتبقى حاجة ليه انت يومك طويل انا عارفة مثلا ان انا صبحة نزلة مثلا دي نزلة دلوقتي خلاص انا فطرت او واخده معي بقى لانش بوكس ده لانش بوكس يبقى رفيقك في الحياة طول اليوم لان زي ما قلتلك اصلاحاته بيهلسي مش 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 هعمل واحد اتنين تلاتة هو بيبقى لايف ستايل في الحياة كلها فانتي برضو يعني ده حتى ممكن يرجعنا النوت ستوالي فاتت البنت عموما تعملي لازم تلعب رياضة ما هو انت في حاجات كتير قوي بتعمليها لان مش الاكل اللي واحده اللي بيعمل دور ولا السبليمنت ولا علاج لو في حد عنده مرض لأ كل حاجة انت بتغير نظام حياتك فانت لازم تبقى مقتنع بده انا بقى مقتنع ان الفاست فود ده مدير اصلا انت هتستفدي من الفاست فود بتتضري منه اكتر ما تستفدي استسهال استسهال فاحنا لما نغير عادتنا ونبقى مقتنعين ان احنا لازم نعمل الحاجات دي عشان صح لأ وقتها تصحي وهتجهزي اللانش بوكس وانت بتجهزي لولادك الصبح هتعملي اللانش بوكس بتاعك عشان هتكليه وبرضو بعد كده هتعرفي خلاص لو انت بره في مكان معزومة هتكلي بره مع صحابك في مطام هتبقى عارفة شوية فيه اختيارات احسن من اختيارات انا بقى عارفة انا باكل ايه وماكلش ايه يعني نقدر نقول الف به عشان نعيش صح عشان التغذية جسمنا يتبني صح نقول الاهم حاجة الاكل الطبيعي من غير اي مكونات بقى غير طبيعية الرياضة زي ما انت قلت دلوقتي اهم حاجة برضو عندنا الرياضة لازم كله يمارس رياضة كله واي سن اي سن اهده احنا كنا بنقول والحلقة اللي فاتت كان اي سن كان الكوتش بتقول هي مسكة 30 سنة مسكة من سنة 30 اقل من كده وفوق كده وبيجي لها ناس 60 سنة و70 سنة فاحنا لازم نشجع لموضوع الرياضة بشكل كبير انه ابسط حاجة في الرياضة المشي يعني انه حد نزل مشي بسرعة شوية كل يوم نصف ساعة خلاص انت كده معي بتعمل رياضة فده برضو هيساعد في التغذية يعني هيساعد الجسم طيب زي ما نقول دلوقتي احنا في الشتة الجسم بيبقى البشرة بتيبقى نشفة شوية جفة شوية عشان احنا طبعا بننسى نشرب المياه مش زي الصيف ايه نقول نعوض المياه ديت زي ايه؟ بس ما فيش حاجه تعاوض المياه خالص يعني انت لازم تشربي مياه هتو يجي ايه بانسى يعني لا دhip انا بقولرة انا ويمكن ما اشربش مسلا ساعة كب everything انا كده خدت كب jesteśmy ماشي اوكاي انت كده بتضخلي ماشي اوكاي برضو مهو ده من دامن الكونسيت الأيام اللي نحن المفروض نصنعها من ضمن الأخطاء بالزبط لا إنتي الميا لو بتنسي إزى ست الميا دايما قدامك وبرضو عشان البشرة والحاجات دي ما هو أنت עقولك لو بتناخد بنأكل حاجات فيها فيها فيتامين ايكتر جدا فيتامين اي ده مهمة جدا جدا للبشرة معلاش فسوان أنا أقول فيتامين اي داخل الأكل اي بقى لفيتامين اي داخل اي فيتامين اي يعني اللي هو فيتامين اي في الجذر ورقيات بقى اي ورقيات خضرة يعني الجرجير والكرات والبقدونس والشابت اي حاجة ليفي جرينز فيها فيتامين ايه نسبة كبيرة جدا ونسبة كويسة والبشرة برضو والشعر عشان تسألتي على البشرة والشعر فيتامين سي يعني حتى تلاقي الكريمات والسيرام الغلي قوي يقولك فيها فيتامين سي فيها فيتامين اي وشان الحاجات دي فيها انتي اكسدنس كتير جدا فبتفيد البشرة وتكونها فزي ايه برضو الحاجات اللي فيها فيتامين سي هتلاقي كل الحاجات الحمضية زي الفواكه اللي هو البرتقان الفلفل الأخضر والألوان فيه كمية فيتامين سي رهيبة جدا فيه كمية أعلى بكتير من البرتقان الجوافة فيها فيتامين سي كتير فيتامين إيفا الحاجات دي هتلاقيها لما بنبدأ ناكل صح الكلام ممكن يباني أنه هو سامبل جدا وبسيط وممكن حد يحس مش مهم بسنا متيجي تشوفيها من البداية لما نتكلم في الحاجات الصغيرة دي دي اللي بتفرق ودي اللي هتعالج معنا حاجات كتيرة جدا بعدين يعني هنعمل طبق صلطة كده أو نحط جنبينا مثلا شوية فلفل على شوية جرجيرة شوية بقدونس دي حاجة مفيدة جدا لبشرتنا بقى لشعرنا لكذا حاجة بالضبط ماهو إحنا زي ما قلنا هنغير عادتنا هنأكل صح أنت أصلا مفروض في الفطار هتاخدي خضار في الغداء هتاخدي خضار في العشاء هتاخدي خضار بس مش لازم طبق صلطة يعني مش لازم فيه ناس متحبش طبق صلطة خضار بالنسبة لك لو خدت خيارايا أو نص جزارايا الصبح انت خدت خضار استفدت من ما فيش خالص معنا اتصال نرهان من الفيوم ألو شكر لاتصالك تقريبا لاتصالت قطع تفضلي يعني احنا هقول مثلا لو على الفطار مثلا هناخد بداية مسلوقة مثلا هناخد كباية زبادي وناخد جنبهم خيارا مثلا حب الجرجير مش لازم الكيمات القليلة دي يعني احنا نكلب في حد عايز دي أنا مش عصدي كمية نقصدي إلى أنص الإجزامبل يعني لو نقول مثلا الفطار مثلا لو حد هيكل حاجة بعيش مثلا هياخد عيش مثلا غيف نصر غيف اللي هو آن كان لقدرة الشخص هيأكله واحتياجاته برضو لان دي لها حسابات كالرز خاصة بكل إنسان هياخد العيش يبقى احنا كده خدنا نشويات بتاعتنا إنها شويات برضو أنا خدم الخضار بس يعني احنا بنقول دي المين سورس ليها هياخد عيش هياخد بروتين البروتين بقى في الجبنة في البيت في الفول دي اختيارات هياخد خضار الخضار بقى أيا كان طماطم جرجير خيار جزر وهياخد فكهة يعني صمر يتفكه سواء بقت الفطار أو بعده كاسناك وسط اليوم فدي كده نموذج يعني تمام إحنا وصلنا لمرحلة اللي إحنا سن الزواج ودخلنا في مرحلة الحم نقول قامت بالسلامة وولدت تمام الحمد لله على السلامة نعمل إيه بقى بعد كده إيه العادات الغلط احنا كان في حاجة اسمها كلي كويس انت بتردعي كلي كويس قبل وهي حامل انت بتكلي الاثنين الكلام ده لا هو الكلام ده صح جدا لا صح جدا ودي حاجة من الأخطار شائعة جدا لما تيجي واحدة وزنها زايد وهي حامل أنا عايزة خس طب ماشي انت مش هتعملني ضايد يعني طبيعي أي واحدة حامل لازم وزنها يزيد تمام لازم الوزن يزيد ده شيء طبيعي انت جواكي الطفل وبيتكون زيادة وزنة أساسية وكمان بيبقى مشكلة لو هي كان وزنها زايد من قبل الحمل عشان كده دي لازم قبل ما بقى برضو من ضمن نصيح قبل الزواج ان انا ظبط وزني عشان لما بقى حامل لو انا هزيد على وزن زيادة فالموضوع هزيد جدا وهي وقت عبتت دايق فتظبط وزنها وبتاكل كويس ماينفعش عامل ضايد قاسي يعني ماينفعش واحدة حامل تعمل ضايد زيها زي واحدة مش حامل لا استحالة تمشي على نفس الكلام لا احنا منتكلم لو مرأة حامل زيادة بتنتم تتكلم تفضل تفضلي معيك تفضلي ايا دكتورة لو سمحتنا كان عندي 17 سنة ووزني 85 تمام ومش عارفة اعمل زي الخرص طولك قدي طولك قدي طولي 160 يعني وزنها 85 وطولها 160 مش عارفة تعمل ضايد خالص مش عارفة تعمل ضايد خالص وبحب الشوكولت جدا انت بحب شر سنة 17 سنة بتحبي ايه جدا بحب الشوكولت جدا مش ما عارفة من احنا كل شوكولت دارك ميزي اوكي اوكي برسي قوي وحنرد عليك ميزي بصي نورهان بصي يا نورهان هو انت لو مشكلتك الاستيقى اكيد على فكرة مش مشكلة الشوكولت خالص يعني شوكولت مش هي سبب زيادة الوزنة زي عارفة احنا لو طبقنا يعني انا بحب لما حد يبقى هيبدأ يعمل ضايد ما ينفعش اجيب حد كان بياكل مثلا كمية كبيرة جدا نقول له بص انت هتاخد كباية زبادي ومش عارفة ايه وكذا كذا وهنقلله كمياتنا غير حامرة واحدة لو التزم هيلتزم معي أسبوع كم يوم وخلاص هيرجع على حياته تامي عارفة اللي يرجع مع الكلام اللي احنا بنقوله عشان كده بقولك انه ممكن الكلام يبان بسيط ومش مهم بس لو احنا قريدي عملنا الكلام اللي احنا بنقوله ده مش هيبقى فيه زيادة وزنة أصلا مش هنوصل للخمسة وتمانين تمام يعني انت لو مشيتي بلايف ستايل صحي كبداية كفترة مؤقتة لان انا مش هينفع قولك دايت كده يعني الدايت مش بتعمل نقول مثلا هي تعمل ايه دلوقتي اهم حاجة تعمل ايه دلوقتي هتعمل رياضة دا اساسي زي ما احنا ما قولنا لو هي ما بتعملش رياضة لا هتعمل ماشي لو هي ما بتعملش رياضة معينة نقول اقل حاجة تنزل تمشي اقل حاجة نط الحبل في البيت نط الحبل بيحرق يعني طاقة رهيبة جدا ومفيد جدا لكل المصلز في الجسم ومفيد جدا لكل عضلات الجسم فهي هتنعب رياضة هتبدأي تقللي طبقك يعني دي اسهل حاجة تبداي فيها نفس نوعية الاكل اللي بتاكليها هتقليلي بدل الطبق مو كبير هنصغره شوي بنفس المكونات بتاكل التشوكليت هتصغري التشوكليت شوي هتقليليها عارفة هي لو عملت ده من نفسها من غير ما دكتور يقول لها وتحس ان هي ملتزمة هتلاقي التزمت علي على طول وزنها هيبدأ ينزل بعدها بقى نبدأ نعمل دايت اندفيدجول يعني اندفيدجوليزد ليها هي صارت تقريبا الكلام في الموضوع ده مش هيخلص وانت نورسينا نهاردة يا رب تكوني الناس استفدت معنك وكوني استفدنا الناس بالكلام اللي احنا بنقوله وان شاء الله نجي بيك في حلقات تانية تكوني معنا وتشرفينا نطلع فاصل واستنونا بعد الفاصل معنا بنت الجنوب معنا الموهبة ونتعرف عليها في الفاصل